أظهر استطلاع للرأي أعده مركز إجابات لأبحاث السوق ثقة 77% ممن استطلعت آراؤهم في قدرة الجيش المصري والشرطة المدنية على القضاء على الإرهاب وقال 83% إنهم موافقون على قانون الإرهاب الذي تعكف الدولة على إصداره مقابل رفض 27% لصدور هذا القانون وقال 84% من عينة من مواطنين استطلعت أراؤهم بالقاهرة الكبرى والإسكندرية والدلتا والصعيد إنهم موافقون على تحويل قضايا الإرهاب للمحاكم العسكرية وقال 82% إنهم يثقون في قدرة الرئيس السيسي على مواجهة الإرهاب بينما بلغت نسبة من يرون أن الدولة غير حازمة بما فيه الكفاية في التعامل مع الإرهاب نحو 46% وصل وزير الخارجية سامح شكري صباح اليوم إلى جوبة عاصمة جنوب السودان لحضور الاحتفال بعيد لاستقلال الوطني نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن المقرر أن ينقل شكري رسالة شفاهية من السيسي إلى رئيس جنوب السودان سيلفاكير تتعلق بدعم العلاقات الثنائية كما سيبحث مع سيلفاكير التطورات السياسية والأمنية في جنوب السودان والجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي بين الحكومة والمعارضة قالت وزارة الخارجية أنها تبذل جهودا مكثفة لتوضيح حقيقة الأوضاع في مصر وإنها ترجمت أسباب الحكم في قضية اقتحام السجون التي حكم فيها بالإعدام على رئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الجماعة كما أودعتها محكمة جنايات القاهرة يوم السادس من يوليو الجاري وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم توزيع حيثيات الحكم على السفارات المصرية بالخارج والسفارات الأجنبية المعتمدة بالقاهرة وكذلك على مراسل الصحف ووكلات الأنباء الأجنبية المعتمدين في مصر وتضمنت أسباب الحكم معلومات تثبت تورط الجماعة الإرهابية في أعمال من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في مصر توصلت معاينة النيابة في واقعة استهداف معاون مباحث بمديرية أمن بني سويف أنه أثناء عودته إلى منزله ووقوع الحادث في الواحدة والنصف صباحا عقب عودته وهو الشهيد النقيب محمد عصام سرور من خدمته داخل سيارته الملاكي ذكرت التقارير أن مجهولين أحرقوا سيارته القديمة في نفس مكان استشهاده ودلت على وجود سبع فوارغ طلقات ألية بجوار السيارة اخترقت باب السيارة الأيمن وتركت ثقوبا به وفي الإسماعيلية أفد مرسلنا أن قوات الأمن بالمحافظة تمكنت خلال حملات مدهمات استهدفت عدة مناطق على أطراف المدينة تمكنت من ضبط كميات من الأسلحة الألية وذخائر وعدد من المتهمين المطلوبين وقالت مصادر أمنية أنه تم ضبط ثلاثة متهمين بحوزتهم بندقيتان آليتان وبندقية خرطوش وكميات كبيرة من الذخائر كما تم ضبط واحد وعشرين متهما آخرين مطلوبين لإشعال النيران في المحال وإطلاق الخرطوش خلال مشاجرات بمنطقة حي السلام وآخرين في قضايا مخدرات مطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية أحبطت القوات البحرية صباح اليوم محاولة هجرة غير شرعية متجهة إلى السواحل الإيطالية حيث تم الاشتباه بإحدى بلانسات الصيد وبالتفتيش تبين أنه يحمل 78 فردا من جنسيات مختلفة في محاولة لتهريبهم إلى سواحل إيطاليا وقد تم اقتياد البلانس والأفراد والطاقم إلى القاعدة البحرية برأس التين وتحويلهم إلى جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمرت نيابة البحر الأحمر الكلية بحبس قبطان السفينة طابة وكبير المهندسين والضابط الأول وخمسة عشر يوما على ذمة التحقيق بتهمة الإهمال وإطلاف المال العام في قضية غرق عبارة الشاحنات بمياه البحر الأحمر على بعد عشرة أميال بحرية من ميناء سفاجة وقال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إن اللجنة الفنية المشكلة من قبل المهندس هاني ضاحي وزير النقل انتهت من إعداد تقريرها وتم عرضه على الوزير تشاهدين بعد الفاصل القصير تتابعون سوريا أسوأ أزمة لاجئين بالعالم في جيل واحد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر